استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود في قصر اليمامة في الرياض الأمراء ومفتعام المملكة والعلماء والمعالي وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام علي وتشرف الحضور بسلام على خادم الحرمين الشريفين حضر الاستقبال الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير سعود العبدالله الفيصل والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والأمير سعود بن ساعد بن عبد العزيز والأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز والأمير بندر بن ساعد بن عبد العزيز والأمير فيصل بن محمد بن عبد العزيز بن سعود والأمير محمد بن مشاري بن عبد العزيز والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز والأمير سعود بن عبد الله بن ريان والأمير تركي بن فهد بن مشاري والأمير نواف بن ساعد بن ساعد بن عبد العزيز والأمير دكتور سعود بن سلمان بن محمد والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والأمير طلال بن بدر بن عبدالعزيز والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي والأمير خالد بن ثنيان بن محمد والأمير عبدالعزيز بن سلطان بن عبدالعزيز مستشار وخادم الحرمين الشريفين والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي والأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمان بن مشاري والأمير محمد بن متعب بن ثنيان والأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز والأمير محمد بن عبدالرحمان بن عبدالعزيز نائب وأمير منطقة الرياض والأمير بندر بن فيصل بن مندر مساعد رئيس الاستخبارات العامة والأمير سعود بن فيصل بن مساعد والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المسشار في الديوان الملكي والأمير عبد المجيد بن عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلطان بن الوليد بن ناصر والأمير سعد بن عبد الله بن عبد العزيز والأمير عبد الرحمن بن محمد بن متعب